كان عندها شعور إنه هي من جوا شاب بس شكلياً هي مرة لأروع القصص، اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب نيلة مين نيلة؟ شخص بالنسبة لي إلي مات من سنتين لما ماتت مين خلق؟ نادي مين نادي؟ أنا أي عذاب عشته نيلة قبل ما تتحول إلى نادي؟ كان عندها شعور إنه هي من جوا شاب بس شكلياً هي مرة لدرجة إنه كانت بس تطلع بالمرأة تحس في شيء ماله مزبوط تحس إنه مش هيدا هو الشخص اللي أنا بدي أكونه شو اللي مكت عم تقبله بنايلة؟ أنا ما فيني أرفضها، أنا زي أرفض نايلة بأرفض نادي لأنه نادي ونايلة بس نادي مش نايلة؟ بس نادي نفس الروح بس كتير غير بشو بتختلف نايلة؟ بدي أرجع لنايلة قبل ما أوصل لنادي بشو بتختلف نايلة عن باقي النساء؟ قلت لي كانت إنسانة معذبة؟ أوه كتير كتير مش من المجتمع، تعذبت بيني وبين حالي المجتمع إن كنت هاك أو هاك حتنقزك بس أنت ضمنيا هيدا الأزل يعني الصراع يلي كنت عم بتعيشه؟ أكيد الصراع بين رجل امرأة؟ صراع بين مسجون بجسد مش جسدك؟ ولا وصراع هوية هو أهم من هول كلهم الهوية الهوية ناقصة، منها موجودة ما كان فيه هوية يعني بتطلع بالامراية مين أنا؟ سألت هيدا حالي السؤال 38 سنة و 39 سنة لأنه من سنة أنا أخدت هيدا القرار وكسرت الحاجز لأنه خلص تعبت لماذا نتر 38 سنة؟ لماذا نتر 38 سنة؟ قبل ما تأخذ القرار يلي هو شو تحديدا القرار؟ كل هالوقت اللي أخدته لأنه هلأ اللي عرفت شو ال الديفنيسيون المزبوطة للكا طبعي اللي هو الديسفوريا اللي هو اضطراب الهوية الجنسية الهوية الجنسية هيدا شي بيفرق عن الميولة الجنسية أكيد وهيدا اللي كنت عم جرب دايما حاربو بين العالم اللي حوالي أنه أنا ما عندي ميول يعني الميول هي الميول السوي المثلي الثنائي الجنس أكيد ولا جنسي هيدا الميول الهوية هو موضوع غير شي مختلف كليا ينايلهيو عم تكبر أول مرة نغرمت بمين؟ أنا ما نغرمت بحقيقة ما قدرت إذا أنا عمش عارف حالي مين؟ كيف دق نغرم؟ يمكن اليوم عم تحمي حالك من موضوع الميول الجنسية أبدا عم تجرب تقول فقط لتحط الأمور بنصابة مظبوط أبدا أن مشخة إطراف الهوية الجنسية أبدا بغضى نظر على موضوع الميول الجنسية بالعكس لو كان هذا الشيء مظبوط بالعكس كنت عشته وتحديت فيه أنا وصغير أصلا إذا لم أبدأ أنا كنت ألعب بالسيارات لم أفكر أن البوباة تشذبني لا سيارة تنس بيسيكلات يعني كل الأمور اللي تميل للصبي أكثر من البنت بس ما كان عندي الوعي الكافي أن أقول أنه أنا صبي من جوا يعني علميا ما كانت موجودة بأيامنا ما كانت واضحة وما كانت واضحة وما كانت واضحة لذلك أنا وقت أوصلك لمحل صرت نادي بمجتمعي اللي هو يمكن كتير صغير هلأ صار يمكن كل العالم عم بتشوف أنه أنا لأيامت كنادي صح أكتر من نايلة القرار اللي أخدتو كرميل نايلة تتحول إلى نادي كيف طبقتوه؟ طبقتوه أول شي رحت عند أندوكرينو رحت لعنده وطلبتلي فحوصاتي فحوصات اللي يجولي منعمله أتضح وقتها أخدت الفحوصات ورحت لعنده قلتلي في عنا مشكلة أرمان اللي هو التستوستيرون موين رجال بجسم مره يعني الفحوصات الطبية أكدت الصراع اللي أنت كنت عم بتعيش وقلك 22 سنة مظبوط هذا ريحك كتير أنه أنا فعلا اللي حسيته جواتي عنجد أنه أنا حتى ما كذبت حالي أنت رجل الخطوة التالية شو كانت؟ التالي واحدة بلشت بالتريتمان التستوستيرون مشان تمحي نيلة مشان تمحي نيلة لك أدما أحكي عن نيلة ما فيني تمحيها لأن نيلة هي وصلت نادي اليوم بس نيلة سبب تعاسي 38 سنة أكيد بس أنه ما فيني لومة لأنه متل ما هي تعذبت نادي تعذب ما فيني إجي لوم إنسان شو كان عم يتخبط؟ شو كنت موقع من علاج هرموني؟ كنت متوقع أنه شوف دقن الشكل الجسم تغير و هلأ برضو بعد عندي عملية لأعمله عملية شو؟ استقصال بيت الرحم واللي هو أنا حابب وقلت له للحكيم أنه أنا بدي أوهبه لحدا ما بيقدر يجيب أولاد لأنه أنا مني قادر كون أم لأنه ما عندي إحساس الأمومي بس ما بدي شيل بيت الرحم وما حدا تاني يستفيد حرام يعني في عالم ما عم تقدر تجيب أولاد في سابقة بالغرب امرأة تحولت بتريتمان أرمونال إلى رجل وهذا الرجل كان بعد عنده رحم وحمل هذا الرجل الخطوة التالية هي عملية استقصال الرحم والماسيكتومير والماسيكتومير اللي هي البواترين ما في عمليتان في استقصال الصدر استقصال الصدر أو بعد؟ هلا قريبا الشق النفسي قطعته؟ الشق الأرموني من دون بسيكولوج لأنه أنا بسيكولوج 38 سنة ثاني خطوة كانت أشق الأرموني والعلاج الأرموني وهذا الشيء يساعد أكثر نفسيا يبدأ الرجل أو الإنسان يشوف التحولات قدامه ويستطيع أن يتقبل قليل 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 قبل أن يقوم بعملية جراحية ممكن لا يستطيع أن يرجع فيها إلى وراء وصولا إلى التحول الكامل بالهوية وبالهوية يعني الهوية وبالأوراعة بالتنين بأي مرحلة غيرت اسمك؟ من سنة من سنة يعني أول مرة رحت عند طبيب الغدر كنت بعد نيلة رحت لعندا نيلة رحت لعندا نيلة أول مرة نيلة طلع لها شعر طلع لدقن كنت مبسوط كتير كنت عم شوف شيء أنا عن جد بدي إيه من زماني وكانت نيلة شوية شوية عم بتموت طيب قلت أول مرة طلع لك دقن كانت فرحة لا توصف لقلقك وخيدك ناطرو أربعين سنة أمك لما أول مرة طلع لك دقن كيف قبل تتعيش موت نيلة وبداية ولادة نادي لك ما بعتقد أنه نيلة ماتت كمبليتلي عند أمي لأنه أوقات في أربعين سنة مش هينة يعني إلا ما أوقات بتحكيني بصغة المؤنس ما بزعل بالعكس هلأ أصدت إضحك بس وقتها بلشت تتقبل تقبلت مش شكل نادي كنادي تقبلت الإنر تبع نادي أكتر لأنه نادي حنون مع أكتر متصالح مع نادي أكتر قادر يعطي أكتر أكتر وما فيها المشاكل اجتماعيا اعتبرت سار عنده رجل بالبيت طبعا بك تسأله كيف توصف حالك اليوم؟ رجل رجل بجسد إمرأة رجل على طريق يصير رجل رجل بعد منه كامل لا رجل على طريق يصير رجل ما الذي يكمل الرجل برأيك أنت؟ الرجال يعملوا وبطريقة كيف عيش وكيف يتصرف وكيف يأخذ الأمور وكيف يحترم الرجل ليس أنه عضو زكري لا الرجل هو رجل ولكن العضو زكري بكمل هوية الرجل وأساس بهوية الرجل والعضو زكري ولكن لا أستطيع أن أقوم بها لسببين أول سبب لأنني لا أريد أن أصل إلى محل انتحر كما نايلة كانت براسة انتحر لأنك تصل إلى محل ولكن تفعل هذه العملية لا سيكون لديك إحساس لا أستطيع أن أقوم بها لأنني أقوم بها لأنني أقوم بها لكن هل يمكن أن تكون متصالح مع هوية جديدة وجسد منه بي بالمئة جسد رجل؟ نعم ليس صراع؟ لا الصراع أنك تكون مرأة بجسم مرأة وعم بتحاول تكون مرأة عم تحاول تكون إنسان ما أنه أنت لترضي العالم بينما أنت وقتا عم تعمل الشي لترضي حالك عم تكون أنت إمرأة بجسد إمرأة بروح إمرأة اليوم نادي رجل بجسم رجل ما بشوف بابا أشوف بابا أشوف في مرأة بوجي لهذه الدرجة متصالح مع حالي ترجمة نانسي قنقر